مرحبا مشاهدين، هذه أهم عنوين أخبار اليوم إدارة نادي أولمبياكو ستكشف غطتها لأجل إقناع المغربي أيوب الكعبي بالاستمرار مع الفريق بلاغ هام وعاجل من الكعف يرد على الإيكيبال فرنسية ويكشف حقيقة تأجيلك أسايا إفريقيا بالمغرب والآن إلى تفاصيل لكن من قبل لما تنساش الدرجة بالفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك أن تلول آخر الأخبار كشفت تقارير إعلامية يونانية أن نادي أولمبياكو سمتمسك بخدمات الدولية المغربي أيوب الكعبي حيث يسعى مسؤول النادي جاهدين لإسياغة عقد جديدة ببنود مغرية لإقناع هدفه بالبقاء وذلك أمام وفرة العروض التي توصل بها نظير مستوياته المميزة في الدورية المهالية وفي كأس المؤتمر الأوروبي وبحسب صحيفة ترالوس فإن النادي أولمبياكو ساقد جهز عرضا جديدا لأيوب الكعبي يتضمن حصوله على راتب سنويا يتجاوز المليوني يورو لموسمين مع امتيازات إضافية مغرية وتشمل هذه الامتيازات من حاد توقيع ومكافآت تحقيق الهدف ليصل إجمالي المبلغ المعروض على الكعبي إلى خمسة ملايين يورو للعقد الذي يمتد لعامين وأشار المصدر ذاته إلى أن أيوب الكعبي تفاعل بشكل إيجابي مبدئيا مع العرض المقدم من النادي اليونانية لكنه قرر تأجيل الحسم في الموضوع إلى ما بعد انتهائه من التزاماته مع المنتخب المغربي في تصفيات كاث العالم 2026 إذ يأتي هذا القرار في ذلك تركيز اللاعب على تقديم أفضل ما لديها مع منتخب بلادها في هذه المرحلة المهمة وقد شارك الكعبي في خمسين مباراة مع أولمبياكوس هذا الموسم في مختلف المسابقات تمكن خلالها من تجهيل الثلاثة وثلاثين هدفا وساهم بثلاث تمريرات حاسمة مما يعكس الأداء الرائعة والمستوى العالي الذي يقدمه اللاعب حيث أن هذه الأرقام لم تذهب دون أن تثير تمام العديد من الأندية التي ترغب في دمه إلى صفوفها ما يفسر إسرار أولمبياكوس على إبقاء هدفه بصفوف الفريق وتات هذه الجهود من جانب أولمبياكوس في سياق حرس النادي على الحفاظ على نجومه والسمرار لتقديم الأداء المميز في البطولات المحلية والأوروبية إذ يعاول النادي على بقاء الكعب لتحقيق المزيد من النجاحات والمنافسة على الألقاب في الموسم القادم وبالإضافة إلى ذلك تسعى إدارة النادي إلى توفير البيئة المثلى للعبين من خلال تحسين العقود وتقديم الامتيازات المالية التي تتنسب مع تطلعاتهم وطموحاتهم وبالنظر إلى الأداء اللافت للكعبي فإنه يعتبر جزءاً أساسياً من خطة النادي المستقبلية وهو ما يبرر الجهود المبدولة لضمان السمراره مع الفريق وفي الوقت ذاته تبقى أنظر عشاق أولمبياكوس والجمهور المغربية متجهة لحوى الكعبي لمتابعة قرار النهائية بعد الانتهاء من مشاركته الدولية حيث يعد أحد الأسماء البارزة التي يعول عليها لتحقيق نجاحات المنتظرة سواء مع ناديها أو منتخب بلادها كذبت الكونفترالية الأفريقية لكرة القدم الأخبار التي نشرتها صحيفة الكيبال فرنسية بشأن تأجيل نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب سيف عام 2025 إلى مطلع عام 2026 ونشر الكاف بياناً رسمياً ناجأ فيها الأعلانات التي تم ترويج لها بخصوص احتمال تأجيل كأس أمم أفريقيا 2025 غير صحيحة والمكتب التنفيذي سيجتمع ليناقش ويتخذ القرار بخصوص مواعيد كأس أفريقيا 2025 الكونفترالية الأفريقية لكرة القدم ستعلن بعض ذلك تصريحاً رسمياً يتعلق بالموضوع وكانت صحيفة الكيبال فرنسية قد أعلنت أنه تم تأجيل موعد انطلاق منافسة كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب إلى بداية عام 2026 بسبب تدخل برمجة المسابقة الأفريقية مع نهائيات كأس العالم للأندية التي تجرى صيف عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً ونقلت الصحيفة عن فيرون موسينجو الكاتب العام للجهاز الأفريقي المسير للعبة أن الكافة قررت تأجيل نهائيات الكان إلى مطلع 2026 لفسح المجال أمام إقامة مونديال للأندية بنسخته الجديدة في الفترة بين الخامس عشر من يونيو والثالث عشر من يوليوز 2025 وأوضح موسينجو في إمكاننا برمجة نهائيات كأس أمم أفريقيا بعد كأس العالم للأندية في الصيف لكن ذلك لن يكون في صالح اللاعبين لفريقاً الذين سيكونون مضطرين للمشاركة في المونديال بأمريكا ثم العودة للمشاركة مباشرة في الكان الأمر ليس سهلاً عليهم بعد موسم شق وتأتي هذه التصريحات فذل التوترات المتعلقة بالجدول الزمني للمسابقات الدولية حيث تتدخل بعض البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية مع مواعيد البطولات القرية في وقت يهدف الكاف إلى ضمان أفضل الظروف لللاعبين لفريقا للمشاركة في البطولات الدولية دون تأثير سلباً على أدائهم أو صحتهم هذا ويترقب الشارع الرياضي الأفريقي بشغف القرارات النهائية التي سيتخذها المكتب التنفيذي للكاف بشأن مواعيد كأس أمم أفريقيا إذ يعتبر هذا الحدث الرياضي الأكبر في القارة السمراء ويجمع أفضل المنتخبات الأفريقية في منافسة شرسة على لقب القرية وإضافة إلى ذلك يشهد التحضير لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 اهتماماً كبيراً من قبل الدولة المضيفة والجماهير على حد سواء حيث يتطلع الجميع إلى تنظيم بطولة ناجحة تلب تطلعات القر وتعزز مكانتها على الصحة الرياضية الدولية ومن المتوقع أن تصدر الكاف بياناً رسمياً يوضح فيها القرارات النهائية بشأن مواعيد البطولة في الفترة المقبلة مما سيدع حد للتكهنات والشائعات التي تصار حول هذا الموضوع كما يأمل الجميع أن يتم تنصيق الجدول الزمني للبطولات الدولية بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الفرق واللاعبين المشاركين هذا وتشهد الصحة الرياضية الأفريقية اتماماً متزايداً بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 خصوصاً مع التصريحات الأخيرة التي أكدت أن الكاف ستعقل اجتماعاً لمناقشة المواعيد النهائية للبطولة وفي هذا السياق يعقف الاتحاد الفريقي على التنصيق مع الاتحادات الوطنية والدول المضيفة لدمان توفير أفضل الظروف الممكنة لإقامة البطولة دون أن يتعارضين مع البطولات الدولية الأخرى ويتطلع المتابعون إلى هذا الحدث الرياضي الأبرز في القارة السمراء باعتباره الفرصة لتسليط الضوء على تدورات الكروية في إفريقيا وإبراز المواهب التي تتعلق على المستوى الدولي ويتوقع أن تكون المنافسة شديدة بين المنتخبات الإفريقية القوية مثل المغرب والسنغال والجزائر والنيجيريا التي تسعى جميعها إلى الفوز باللقب القري ويأتي تأكيد الكاف على عدم تأجيل البطولة ليبعث برسالة تمأنة إلى اللاعبين والأندية والجماهر مؤكداً أن الاتحاد يعمل جاهداً على تنظيم البطولة في موعدها المحدد مع لخذ في الاعتبار جميع التحديات اللوجيستية والفنية وفي سياق المتصل يعتبر التعون بين الكاف والاتحادات الوطنية أمراً حيوياً لدمان نجاح البطولة حيث أجر العمل على تحسين البنية التحديات الرياضية وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للفرق المشاركة